ثقب وتشريح وتقشير وكل ذلك باسم الموسيقى عادة لا يصنع الموسيقيون آلاتهم قبل الدخول إلى المسرح لكن الموضوع مختلف بالنسبة لهذه الفرقة الموسيقية المميزة في سوق سان ميجال الشهير في مدريد يستعد موسيقي أوركسترا فيينا للخضار لحفل خاص بالذكرى المئوية لإنشاء السوق منذ تأسيس الأوركسترا في فيينا في العام 1998 عزفت الجاز والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والموسيقى الإلكترونية في باريس وهونغ كونغ ولندن وغيرها مستعينة بالجزر وجذور الكرافس واللفت واليقطين والبهارات ويقول الموسيقيون إنهم لا يسعون لإيجاد نسخ عن الآلات التقليدية بل للتوصل إلى نغامات جديدة يجب أن تكون الخضار طازجة ونحن نعزف على كل الأصناف في كل مرة نخترع سبلا جديدة لصنع آلات من الخضار بعد صناعة الآلات حان الوقت لحفلة موسيقية غير تقليدية لا تتمتع بها العين والأذن فحسب بل إنها تسيل اللعاب أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر